معركة جديدة تفرد نفسها على الصين بعد انتصارها في مواجهة تحدي فيروس كورونا فإنعاش الاقتصاد من تدعيات انتشار الفيروس بات على رأس أولويات الصين كما أكد رئيس الوزراء الصيني في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب رئيس الوزراء أكد أن عجز الموازنة سوف يتضخم بمقدار 140 مليار دولار في العام الحالي للمساعدة في تحقيق العديد من الأهداف بما في ذلك خلق 9 ملايين وظيفة جديدة في العام الماضي احتفلنا بمرور 70 عاما على قيام جمهورية الصين الشعبية هذه المناسبة حفزت روح الوطنية بين كل أبناء الشعب الصيني وأوجدت قوة كبيرة ستحقق انتصارات للاشتراكية بسماتها الصينية في الحقبة الجديدة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة قررت سلطة اتخاذها ومنها عدم تحديد هدف للنمو هذا العام بالإضافة إلى منح الحكومات المحلية 280 مليار دولار لمساعدتها على إزالة الضرر الناتج عن عمليات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ورغم هذا تظل حزم التحفيز التي قدمتها بكين ضئيلة مقارنة بحزم التحفيز التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار والتي أطلقتها أو نقشتها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حالة انكماش بينما تشير التوقعات إلى تراجع في النمو إلى أدنى مستوى منذ عدة عقود اشتركوا في القناة